يعد الصابون مادة تنتج وتستخدم بإضافة الماء لها وتستعمل تقليل التوتر السطحي وضرب بعض الأجزاء الغير المسحبة وجودها وفي فقرتنا اليوم راح نتعرف عن كيفية صناعة الصابون ورحب بضيفتنا اليوم سيدة رامد زواوي وحديثنا عن شلون نصنع الصابون صباح الله بخير سيدة رامد صباح النور اختي روان طبعا وانتي قاعدة تطفين اليوم الصابون ريحة السيديو كلها صابون وحسينا شوي فرش ونضافة فعندنا تقرير صغير عن الصابون يالي نشوفها مع بعض طبعا الأدوات اللي رح أستخدمها عبارة عن الصابون سبق واني انا صنعته ورح أرجع أستخدمه مرة ثانية في قالب الجديد يصير عندي خليط متجانس وبعدها أضيف الإضافات اللي أنا أبي أحطها داخل خليط الصابون إن كانت الألوان أو الصابون المقطع رح نحتاج من أربع إلى ست أسابيع بحيث أنه يتصبن يتماسك يطرد الماء اللي موجود فيه والأبخرة ويجمد أكثر يصير صلب أكثر رح نقدر نستخدمه شفنا التقرير مع بعض وجدا مشوق ويمكن مشاهدين الشيء الوحيد اللي ينقصهم إنه يشمون الريحة ويعني الريحة بضبط سودنا نعرف شيء سيدة راما شنون صناعة الصابون نفسها لما تين تقررين تصنعين الصابون طريقة صناعة الصابون بالنسبة للطريقة روان يعني هو يعتمد على الفكرة اللي أنا أبي أطبخها في تشكيل معين في لون معين أبي أدمجه مع لون ثاني فمن تتبلور هالفكرة هذه في راسي أبتدي أجهز الزيوت وأجهز أدت تصنيع الصابون وأشتغل فيها يعني هو يعني طريقة الصناعة يعني الألوان والشكل تختلف يعني كل أدوات وأسالي مختلفة كتشكيل لكن كزيوت مستخدمة فيه شغلات أساسيات وفيه شغلات مختلفة طبعا سوى صعب يعني إذن يعني أنت مشاء الله خبيرة بالموضوع فكيد تمكنت بس نحن بالنسبة المثنهوات يكون صعب علينا البداية حتى بالنسبة لي روان كانت جدا صعبة جدا يعني في محاولة الصح والخطأ بالإضافة حرارة الزيوت كانت تلعب دور كانت هالمعلومة هذه غير واضحة حرارة المكان اللي أنا قاعدة أشتغل فيه فكان وايد من المرات اللي أنا أسوي خليط وللأمانة ما يضبط وما يصير صابون لكن مع القراءة والخبرة والمحاولة والتواصل مع الناس المختصين طبعا أكل مش عن بره الكويت الحمد لله وفضل من الرحمن وقدرت أوصل حق النتيجة اللي شايفينها ذكرتي حرارة الزيوت نفسها تقصدين مثلا يعني حدة الروايح حمالة الزيوت ممكن تكون مضرة لك أو تقصدين حرارتها كمادة حارة لا أنا أقصد الزيوت النباتية اللي نستخدمها في صناعة الصابون في منها غير الزيوت النباتية نستخدم الزبدات مثل زبدة الشية زبدة الككاو هذه الزبدات بشكل عامتي صلبة فإحنا نذوبها أوكي مع الزيوت النباتية راح تكون لها درجة حرارة لازم نوصل لدرجة حرارة هذه الدرجة تساعدنا أنه إحنا نشتغل ونخلط الصابون وإحنا مرتاحين بدون لا يخترب قبل كنت لا كنت أصخذن الزيوت النباتية أو الزبدات وضيف عليها المادة القلوية واخلطهم أشوفها بسرعة سك فدرجة الحرارة نعم تلعب دور فيه ويختلف الصابون يا ترى يعني مثلا أنا شنون أميز بين الصابون والثاني أو خل أصيخي بطريقتها شنون أميز الصابون هذا زين من الصابون اللي مو زين طيب فيما يخص الأنواع طبعا نحن عندنا اللي أنا بالأحرى اللي أنا قاعدة صنعه وهو الصابون الطبيعي الصابون الطبيعي يختلف فيه مكوناته نستخدم واية شغلات بنفس الوقت نستخدم زيوت عطرية فيه مننا يعني حق البشرة فيه مننا حق الأدراج فيه مننا حق التوزيعات فيختلف لما تقولين أنا شون أميز هني يعتمد على الشخص اللي هو قاعد يبيع لك يشرح لك فيه المكونات نعم فيعني مثلا عندنا الصابون اللي ملون اللون ما لعلاقة يمكن يكون هو طبيعي طبعا بس يعني مثلا عادي يكون مثلا صابون ملون بس هو مثلا علاجي ولي يكون مجرد عطري لا روان احنا أحاول قدر الامكان يعني مثلا عندك اللي فيه الأربع عنوان نحاول قدر الامكان نعم نحاول قدر الامكان ما نحط ألوان وما نستخدم زيوت عطرية نخلي زيوت العطرية طبعا ما نظر ولكن إذا أنا أبي أعالج أكزيمة أفضل أني ما أحط زيت عطري طبعا لما أقول أبي أعالج أقصد أن أساعد في علاج هالأكزيمة فيه ناس عندهم حساسية أحاول قدر الامكان أن أنا أطلع في وصفة تساعد في علاج الحساسية بحيث ما أسبب لهم جفاف أو زيادة حساسية إذا أهم بشرتهم حساسة فما أحط الألوان اللي شايفته الأسود هذا الفحم الطبيعي الأول صابون صابون السودو هذا الفحم يعني فيها فحم طبيعي فيها الفحم الطبيعي طبعا الفحم اللي ميزة أنه فيه من المعادن والأملاح اللي تثري بشرة الإنسان يعني إيه مفيدة قصد البشرة مثلا كتجديد ونظارة بالضبط كمعادن وأملاح وفايتامينز بالفحم الطبيعي بالإضافة فيه عندك الفحم عفوا نطين الأبيض فيه كذا من أنواع طين كذلك نستخدمهم حتى في تلوين الصابون كشغلة ناتشرال كألوان يمكن هو هذا الاعتقاد للسائد وأكيد تطرحين سيدة راما أن دايما الناس لما يروحون يشترون مثلا صابون يلجؤون للمجموعة هذه اللي ما فيها ألوان على ظنهم أن كل ما صارت الصابون ملونة أكيد ما منها فايدة كلهم يفهمون أن إذا كل ما صارت الصابون ملونة يعني ما فيها فايدة وهو للأمانة فكرة تشكيل وتلوين الصابون يعني شيء جديد كفن ما هم متواجد وايدة بكثرة في الكويت جرة العادة نشوف الصابون العادي اللي هي لون واحد الكلام أن الناس مو على اللون شون تعلمين الناس شالفرق ما بين الصابون الطبيعي والصابون التجاري أو الصناعي أغلبهم للأسف ما يقرون المكونات يعني ما يبطلون يشوفون شنو المكونات لو أنا يعني بي أفرق ما بين صناعة الصابون الطبيعي وصناعة التجاري أشوف أن أهم قاعد يستخدمون مشتقات ومركبات بترولية وكيميائية ضر بشرة الإنسان فأهم مو بس مسالفة أنه لا إذا أنا ألون فيه شغلات أكثر من الألوان بالرغم من الألوان اللي إحنا قاعد نستخدمها هي ألوان طبيعية يعني ما تضر الإنسان ما تضر البشرة يعني الألوان المستخدمة مع الزيوت كلها طبيعية بالضبط فودنا نتكلم عن الزيوت اللي تستخدمينها في صناعة الصابون طبعا الزيوت اللي أنا أستخدمها في صناعة الصابون كثيرة روان وما هي الصابون مو مجرد زيوت نباتية وفقط لا غير يعني أنا أستخدم زيوت نباتية من ضمنها والأساس فيها زيت الزيتون جوز الهند زيت اللوز الحلو جنين القمح هذلك أنواع زيوت نباتية ما نستخدم طبعا عسكم الله الشحوم الحيوانية وشدي أغلبها زيوت نباتية بالإضافة للزيوت النباتية نستخدم الزبدات الطبيعية مثل ما قلت لك قبل شوي زبدة الشياء زبدة الكاكاو زبدة المنجا أوكي غير هالمكونات هذه نستخدم العسل حليب الماعز نستخدم الأعشاب مثل الأكليل الجبل نستخدم مثل ما قلت لك الفحم فهذه المكونات طبعا كلها بمقادير محسوبة يعني مو الكم اللي أنا بكيفي لأ خنا زيت زيت زيتون لأ خنا قلل فيه آلة علمية عندنا نحسب فيها الكم اللي أنا باستخدمه علشان أقدر أطلع في الصابون الطبيعي يعني ما تيج مثلا بعض مثلا السيدات مثلا تطلب منك مثلا ما تفضلتين لا أنا ودي يعني زبدة الشياء تصير طاغية أكثر فيها أو مثلا ما تفضلتين مثلا زيت جوز الهندي يصير طاغي يمكن يخلب التركيبة إذا زبتي المقدار أكيد أكيد يخلب التركيبة ولكن كون الأغلبية للأمانة مو هذا طلبهم أنه أنا أبي أزيد زبدة شياء ولا أبي أقلل جوز الهندي مثلا يوني يقول والله أنا عندي حساسية أي شلو بتنصحينا مثلا تيني وحدة من الخوات أو حتى اللي نصيب طبعا بالتواصل مع الشباب أكيد والله في عندنا بقع سوداء في أكزيمة فأنا عارفة شلي قاعدة صنعة أو شالمواد المكونات اللي أنا حطتها في قالب الصابون اللي تساعد في علاج هالشغلات اللي أهم يطلبونها بعض المشاكل لكن الوقت اللي تستغرق الصابون يمكن إحنا نقعنا نشوف شكل حلو جدا بس إحنا ما ندري الوقت اللي تاخذ مثلا الصابونة في صناعتها ونتوصل لها الشكل النهائي الوقت حزت صناعة يعني القالب الصابونة بحد ذاته ترى كلها على بعضها من تجهيزات من تشكيل من خل ترى بالكثير ساعة ولكن أنا بعد ما أصنع هذا القالب ما أقدر يعني أشيله ويكون صابون لازم أنطر عليه 24 ساعة مرات ننطر يومين عشان يصك ونقدر نطلع من القالب بس نطلع من القالب ونقطعه مثل ما حضرتك شايفة علشان أقدر أبيعه للناس أو يستخدمونه نحتاج ما بين الأربع إلى ست أسابيع هالفترة هذه هي الفترة اللي القطعة تصير صلبة فيه ناس يقولون يعني راما إحنا ما نقدر بعد أسبوع مثلا نستخدم الصابون بلا تقدرون لكن راح تكون جدا طرية فإحنا نضطرن أنه ننطر ما بين الأربع إلى ست أسابيع بحيث أن الماء اللي موجود داخل قطعة الصابون أو هالقالب هذا تطرد الماء اللي فيه أو تتبقر ويصير صلب أكثر حزتها نقدر نستخدم الصابون نعم كنصيحة سادة راما الحين إذا أنا يعني بروح أختار لصابونه وأبي أفرق بين الصابون الصناعي أو التجاري وبين الصابون الطبيعي شنو أهم المكونات لازم أحرص تكون موجودة بالصابونه نفسها المشكلة أنه بالصابون التجاري يعني نادر ما تلاقيين المصطلحات اللي احنا نتكلم فيها زيت زيتون زبدة شية صعب جدا تلاقيين شذي مكونات تشوفين مصطلحات للأمانة أنا يعني حتى حتى المشاهدين يقدرون يشيكون ما تعرفين شدو هو الشغلة الوحيدة اللي أنا ميزتها أكوة اللي هو الماء لما تروحين حق محل أو حق أشخاص متخصصين في صناعة الصابون الطبيعي هني رح يعطونك معلومات أوضح وأكثر من أني أنا أروح مكان مجرد أني أسحب صابونة مغلفة ولو أطالعها ما رح أفهم شنو مكوناتها وهذه المكونات بشكل عام كمنتج تجاري تلاقيين أغلبة أغلبة مكونات للأسف مشتقات كيميائية بترولية حتى الرغوة الناج فيها أو المستخدمة هي تم يعني مصطنعة وليس طبيعية ففي ناس تفهم أن كل مثلا إذا أمسكوا صابونة وقامت ترغي زيادة أنها أفضل أفضل وهو العكس وهو العكس تماما الرغوة هي السبب الرئيسي أن البشرة تسبب تكون جافة جافة نعم فيعني ما في شيء أركز عليه وأنا أختار الصابونة كثر ما أنا أحرص أن فيها مواد طبيعية بالضبط بالضبط اللي هي المختصة في محلات الأورغانيك أو مثلا إحنا نصنع الصابونة الطبيعي نعم لكن أن أنا أدخل أشوف أقرأ منتج يعني لو أنت تروحين فعلا تشيكين راح تحتارين ما راح تلاقي ولا شيء يعني ما راح تقرين أوليب أويل ما راح تقرين شي بتر ما راح تقرين هذا مو موجود أنا راح أرجع على الصابون لأن أنا ويد طول فترة حديثنا وأنا عيني على الصابون تفضل الألوان المميزة اختيارت للألوان طريقة دمجت وخلطت للألوان يعني هذي تتحكمين فيها ولا هو بس إضافة ألوان وإيها تطلع بهالشكل لا طبعا أنا عشان أقدر أوصل حق قالب يعني تشكيله بألوانه مناسب أستخدم الكيلر ويل اللي هو الألوان طبعا إيها قز قزح أوكي وهذه تعطيني إذا أنا أبي أخلط ألوان معينة هل إيها مناسبة مع بعضها البعض هذه الألوان تكون تكون بودرة أخلطها مع زيت الزيتون أو أي نوع زيت خفيف ومتناسقها طبعا أوكي وتالي لما أسوي خليط الصابون وهو يعطيني اللون الأقرب إلى الأوف وايت من أجزئة أضيف عليه خليط اللون وتالي أشتغل بالتشكيل تمام أنا يعني رح أخذ بس واحدة من تفضلي فابنات اللي موجودة ويليت لو تكلمين مثلا عن مثلا هذه يعني شكلها مميز وألوانها حلوة طبعا وحتى ريحتها هذا الروز ووت أي الزيت العطري طبعا أنا حتى يايب الزيوت العطرية اللي هي هذه أي الزيوت العطرية روان مو أي زيت نقدر نحطه في الصابون مو أي زيت مو أي زيت لازم يكون الزيت سيف سكن على يعني مناسب للبشرة أي ومناسب مع الخليط الصابونة اللي حضرت ماسكتها هي صابونة بزيت عطري اللي هو خشب الورد أو الروز وود نعم مكوناتها أساسية من زيت الزيتون زيت الخروع زلدة الشية جوز الهند زيت النخيل بالإضافة إلى حليب المعز يعني ما شاء الله مسكتها يمكن لثواني بس يعني إيدي صارت كلها ريحة الصابونة توقع هذا المميز بصابون الطبيعي غير أن الريحة روان للأمانة تركيزي أنا أغلب الأوقات ما يكون على قوة الريحة لأن أنا ما قاعد أبيع عطر أي أنا قاعد أبيع صابون طبيعي أعطي شوية من الزيت العطري إذا أبي يعني أعطي نعومة وفريش حق البشرة ومثل ما قتلك الزيوت الصابون اللي أهو حق يساعد في علاج بعض المشاكل الجلدية هذا نهائيا إحنا ما نحط له زيوت عطري طبعا الزيوت تختلف بقوتها كريحة من نوع لنوع فعادي تشمين هذا تلاقيينها خفيفة روزوود تروحين حق الليمونيقراس تشوفينها طاغية أكثر تروحين حق اللابندر أكثر عرفت والناس أذواق يعني أنا أحاول أني أنوع بحيث أن ما أدري شنو رغبتهم فأعطيهم كولكشن كامل ومبراحتهم ما شاء الله طبعا يعني واضح يعني الواحد يمكن له يختار الآن صابونة يختار ما هو عارف أي صابونة يختار سواء كانت شكل ولا ريحة ولا مكونات يعطيك العافية سيدة رامة زواوي على تواجدت معاننا اليوم عطرتين بروايخ جدا حلوة ويمكن يعني الريحة بهالوقت جدا حلوة وخصوصا بفترة تلشتة الإنسان يدور ترطيب لكنهم يبحث عن ريحة طبيعية ومستمرة شرفتين شكرا روان شكرا شكرا مشاهدينا بعد هالفقرة الجميلة نطلع فاصل نرجع لكم شكرا